هذا بالنسبة لنا كجزائري مهم جدا الشعب كله العالم كله بما في شعب الجزائري شغيفين للتطبيق على أرض الواقع لأنه قلت لما له فائدة على الشعب الجزائري احنا ديما احنا كنواب هدفنا سعادة شعبنا مع دناشة هدف واحد آخر كل هدفنا سعادة الشعب بتاعنا والشعب بتاعنا السعادة تأتي عندما تكون هناك استثمار بحيث أنه ربح ربح يتحرك لقتصاد الجزائري شبابنا يقلوا من من ركيب البابور والدهاب إلى الخارج يبقوا هنا في الوطن لأن الاستثمار يجي بخير كثير جزائري وبالتالي هنا في لمحة قصيرة فقط نأكد على أربع نقاط فقط هو صعوبة التأشير للدخول الجزائري أهم نقطة يعني يتكلمني واحد الأجنبي هنا يقول لي من أصعب التأشيرات في العالم هي التأشير الجزائري أنا حرط قلت هل الجزائري صعب بالفعل وجدت باللي تأشير الجزائرية من أصعب تأشير الدخول الجزائري نفتح لك قوس أستاذ موسى ربما لأنه أنا حاورت من قبل السفراء حتى أندونيسيين وكانت الجزائر هم عندهم ألاف طلبات للسياحة الدينية مثلا بسكرة بشي جوا نارحي بسكرة ولكن الأسف فيه الصعوبة في هذه الجمع يفترض وجود آلية مثلا حتى مرافقة تلك الوفود أو تكون يجب أن سهل العملية الأمور كلها تطورت القاعدة البيانات العالمية أصبحت واحدة وبالتالي ما لازم في الأمر التأشير نجدوها إن شاء الله حلول كذلك بالنسبة لبريقراطية المقيتة بريقراطية لأنه البريقراطية رأيها موص صحب القرار صحب القانون يملكها يملكها الموضفاتك البسيط اللي قاعد في البلدية وفي الإدارة رأسه يرفض تفعيل قرارات ربما تستخدم على السلطة من الحكومة ولا منحتم الرأي من الأسجمهورية كذلك الجنب المصر في الجزائري صعوبة كبيرة جدا حتى بتأخذ أموال كنت ما تستطعش تأخذها بالتالي هذا لازم فيها مراجعة كذلك العقار وما أدرك من العقار يعني أي استثمار لابد أن يكون هناك عقار إذن وبالتالي لازم من معاجدة وكذلك هم نقطة كذلك جاب التكنولوجيا أين نحن من التكنولوجيا من البرمجة الإكترونية